موسيقى مساء الخير أهلا ومرحبا بكم وهذه الحلقة الخاصة التي نستضيف فيها أحد أقوى وأجرأ رجال الكونغرس الأمريكي هاورد بيرمان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب وهو يشغل هذا المنصب منذ عامين ولكنه بدأ الحياة السياسية في ولاية كاليفورنيا منذ بداية التسعينيات بعد أن أنهى دراسة القانون هنا سيد بيرمان لقد قمتم بتأجيل إصدار قانون لفرد عقوبات على إيران حتى حصولكم على دعم دولي هل أنتم واثقون أن اللاعبين الكبار كالسين وروسيا والاتحاد الأوروبي سيتعاونون معكم في هذا المضمار نعم حدث أمر مهم منذ أسبوع ونصف تقريبا الدول الخمس صاحبة حق النقد في مجلس الأمن التي تضم روسيا والصين وفقت على عقوبات إضافية تتعلق ببرنامج إيران النووي بما فيها أيضا عقوبات أشد وإلزامية ولكن أيضا وهو أهم السماح للدول ولمجموعات الدول باعتماد المزيد من العقوبات الأشد كوسيلة لمحاولة إقناع إيران بالتفاوض من أجل حل المخاف المتعلقة بمنفها النووي دبلوماسيا وعندما رأيت أن الدول الخمسة دائمة العضوية توصلت إلى هذا الاتفاق مع إمكانية عمل من قبل مجلس الأمن وتصرف من قبل الاتحاد الأوروبي رأيت أنه ربما من المنطقي لأن العقوبات متعددة للأطراف أهم وأكثر فعالية من العقوبات الأحادية أن نعطي هذه المؤسسات بعد الوقت قبل أن نتحدث عن هذا القانون لماذا في رأيك وافقت إيران على السفقة التي عرضتها كل من تركيا والبرازيل ورفضت كل المقترحات التي سبقتها الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع البرازيل وتركيا لم يصل إلى الأهداف نفسها بالنسبة لإيران كان طريقة لتجنب العقوبات الإضافية ولكن هذا الاتفاق لم يقضي على كمية كبيرة من الإيرانيوم المنخفض التقسيب الإيراني ولم يكن هناك محاولة جدية للتوصل إلى حل ديبلوماسي بل إيهام ربما محاولة أن إيران تعمل بطريقة جدية ولكن الواقع كان غير ذلك والهدف كان تأخير العقوبات الرئيس أوباما والمجتمع الدولي أمضي سنة كاملة محاولين إقناع إيران بالتفاوض لكن إيران رفضت كل الجهود واليوم علينا أن نتوجه إلى مرحلة جديدة من العقوبات إيران تريد أن تمنع هذه العقوبات لذلك توصلت الاتفاق مع البرازيل وتركيا سيد بيرمن هل لك أن تحدثنا عن تفاصيل هذا القانون؟ نحن نركز على عدد من الأمور في القرار الذي ليس نهائيا حتى الآن أولا نريد أن نؤثر على قدرة إيران في جذب الاستثمارات وكذلك المنتجات النفطية لقطاعها أو لقطاع الطاقة الإيراني لأن الموارد التي تستعمل في هذا القطاع يمكنها تستعمل أيضا لأغراض برنامجها النعوي العسكري وللإرهاب ونحن نريد أيضا أن نؤثر على قدرة التمويل الإيرانية ونريد أيضا أن نخلق الظروف التي تحدو بالقادة الإيرانيين والحكومة الإيرانية بأن يفكروا ماليا قبل انتهاك التزاماتهم حيال معاهدة الحد من الانتشار وعدم تقديم المعلومات للوكالة الدولية والاستمرار في البرنامج نعوي نريد أن نتصرف على المستوى الديبلوماسي ولكننا لم نفلح ونحاول حلا آخر الغاية من هذا القانون هو الضغط على النظام ولكن وكما هو معتاد فإن الشعب هو الذي سيعاني من هذه العقوبات فما هو المخرج من هذا الإشكال طبعا نريد أن نستهدف كل المجالات التي ستؤدي بالتأثير والضغط على النظام ولكن لن أكون صريحا لو أكد أن أحد لن يتضرر أي شخص بريء لن يتضرر من هذه العقوبات الدولية أو من هذا القانون ولكن ما أقوله أنه في الأشهر الثمانية والتسعة الماضية رأينا في إيران حركة متزايدة من الناس الذين يطالبون بالمزيد للديمقراطية والانفتاح والحرية ردة فعل النظام كانت بالقتل والتهويل والقمع والترهيب والتدخل في قدرة الناس على التواصل لا أعتقد أن الناس في إيران سيعملون على حماية النظام الذي أوصلهم إلى هذه الأزمة الاقتصادية التي يعانون منها من جراء سياسة النظام ونحن نريد أو نحاول التواصل إلى حل ديبلوماسي مع الحكومة أعتقد أن الناس في إيران مثقفين يعرفون ما يقوم به النظام ولن يغشهم بروباغندا النظام هل هناك آليات لمنع إيران من التحايل على هذه العقوبات ببيع نفطها في السوق السوداء مثلا مثلما فعلت بلدان أخرى وجدت نفسها في وضع مماثل القانون لا يتعطى مع مبيعات إيران النفطية هناك دائما مشاكل مع أي نوع من العقوبات في تطبيقهم وكل ما كان الدعم أكبر للعقوبات كلما أصبح تنفيذها أسهل ولكن ما أنك تكلمت عن العراق أشير إلى أن العقوبات مع كل الثغرات ومع كل الغش ومع كل المشاكل التي حصلت فهذه العقوبات أدت إلى ضغط كاف على النظام العراقي وخلافا لكل ما كنا نعتقد لم يتمكن النظام من إنتاج برنامج نووي فهذه العقوبات أثرت على النظام ونتمنى من هذه العقوبات الحالية أيضا أن تحظى بدعم كبير ونحن لا نحاول تذكر أن نغير النظام بل نحاول أن نجعل النظام يغير موقفه من السلاح النووي فالنظام لديه حل أو مخرج ديبلوماسي من الأزمة هل هناك سبب للاعتقاد بأن إيران فعلا تهتم بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني أم أنها تستغل هذه المسألة لتصبح قوة إقليمية ولكي تسيطر على المنطقة أنا مقتنع أن النظام يستغل صراع الإسرائيلي الفلسطيني كوسيلة لضمان استمراريته وسيطرته على المنطقة يحاول أيضا أن يضغط على الأنظمة العربية وعلى الناس ويمول مجموعات تعمل على إيجاد حل عبر العنف بدل ديبلوماسية وهو محاولة بائسة من قبل النظام للهيمنة على المنطقة الولايات المتحدة أعطت كثير من المال لإسرائيل والسلطة الفلسطينية دعما لعملية السلام هل برأيك هذه الأموال أدت مهمتها أم يتعين إعادة توجيهها بطرق مبتكرة؟ بالنسبة إلي من أهم ما يحصل الآن جهود الرئيس عباس ورئيس الوزراء فياد من أجل تحسين الوضع الاقتصادي والوضع الأمني في الضفة الغربية رئيس الوزراء فياد يتكلم عن إنشاء أسس الدولة وأعتقد أن تمويلنا يساعد في تعزيز حكومة فعلية ويساعد أيضا في تدريب القوات الأمنية ويسمح للفلسطينيين أن يتحملوا المسؤوليات الأمنية مما يسمح لإسرائيل أن تسحب بعض من جنودها من الضفة الغربية وكذلك يخلق بيئة كما رأينا تنتج أمور إيجابية العالم برمته يواجه الكساد والتسريحات وعدم الاستقرار ومشاكل في العمل فهذه البرامج بمساعدة اليو اس ايد ساعدت على نمو الاتصاد الفلسطيني وتعزيزه الإسرائيليون سحبوا بعض الحواجز وسيسحبوا المزيد أعتقد وبالتالي أنا أدعم هذه المساعدة وأعتقد أنه من المهم أن نساعد الفلسطينيين في التوصر إلى الأمن والتعزيز الاقتصاد والمؤسسات الحكومية الضرورية التي نحتاجها عندما نصل إلى حل وإلى دولتين يشعبين للحديث بقية ولكن بعد فاصل قصير نعود بعده لمواصلة الحوار مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي هاورد بيرمن ابقوا معنا أهلا بكم مرة أخرى وهذه الحلقة الخاصة مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي هاورد بيرمن سيد بيرمن هل هناك من وسيلة متاحة للولايات المتحدة والمجتمع الدولي لمساعدة سكان غزة الذين يعادوا عاونها اقتصاديا وماليا بدون التعامل مع حماس كيف يمكن لأمريكا والمجتمع الدولي أن يعاونون هؤلاء الناس بدون حماس الأمر صعب كما تعرف الأغذية والأدوية تدخل القطع وأيضا مع الأنفاق بين مصر وغزة هناك منتجات أخرى تدخل القطع أيضا لكن المشكلة هي أولا أننا نريد أن نساعد المواطنين في غزة على إعادة بناء منازلهم وتعزيز البنى التحتية في القطع ولكن هذه الجهود تستغلها حماس لأغراض عسكرية لبناء الخنادق ومخابئة للصواريخ ولشراء الأسلحة ولتعزيز قدراتهم العسكرية فالمسألة معقدة للغاية نريد أن نساعد على المستوى الإنساني ولكن لا نريد أن نساعد حماس في إعادة بناء قدراتها إيران تفعل ذلك طبعا الآن فنحن نبحث عن وسائل تسمح لنا بتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب في غزة من دون مساعدة حماس عسكريا وهذا سيأخذنا إلى مسألة دعم الديمقراطية فهل يمكن الجهود دعم الديمقراطية أن تكون مجدية في بلد يعيش شعبه في فقر متقع؟ فلننظر إلى الهند الهند قد تكون اليوم من أهم الدول في العالم من حيث عدد السكان ربما الأولى وهناك أيضا نمو اقتصادي في أماكن كثيرة ولكن مستويات الفقر هي الأعلى في العالم ولكن وخلال كل السنوات ربما 62 عاما من استقلال أو وجود الهند فهم حافظوا على مؤسسات ديمقراطية وانتخابات حرة وصحافة حرة وحافظوا على حرية التعبير ولست أرى أفضل مثال لدولة فيها الفقر المتقع ولكن الآن بدأ يجنو ثمار الاستثمار في مجال التربية والتنمية وهناك نمو اقتصادي أدى إلى تطوير طبقة وسطة كبيرة مهمة وفي هذه الحالة نظهر أن الديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام الفرد ممكن حتى مع الفقر المتقع وماذا فيما يتعلق بالمساعدات الأمريكية لكل من أفغانستان وباكستان والعراق على خلفية عدم الاستقرار والفساد كيف يمكن لهذه المساعدات أن تكون أكثر فعالية نحن مهتمون في ذلك طبعا كل من ينظر يرى أن أموال طائلة قد قدمت في أفغانستان وباكستان وفي العراق وكان هدف المساعدة هو مساعدة الشعوب ولكن هذه الأموال اختفت من جراء غش المتعاقدين وعدم المسائلة ولم يستفد الشعب مخاول تصحيح هذه المشاكل عبر وجود الأفضل على الأرض عبر تعزيز الرقابة التطقيق تقييم البرامج بطريقة أفضل تخفيف التعاقد مع الآخرين وتعزيز المشاركة المباشرة كفاحنا وكفاح الشعوب في هذه المناطق من أجل الحرية لا يمكن أن يحل عبر الوسائل العسكرية يجب أن يكون هناك نمو اقتصادي وتربية وحماية لحقوق الأفراد وخاصة في بعض هذه الدول حماية حقوق المرأة مشاريعنا تهدف إلى ذلك ولكن عندما نفشل عندما تسرق عندما هناك فساد يؤدي ذلك إلى العداء والتهكم علينا أن نتأكد من أن هذه المساعدات تصل إلى الناس إلى المدرسين في المدارس إلى المؤسسات الصغيرة إلى مساعدة المواطنين العاديين والقوة فقط لن تفعل سيد بيرمن أحدى أوليوياتك تتمثل في إصلاح قوانين وبرامج المساعدات الخارجية فكيف ستحققون ذلك؟ لدينا عشرات الوكالات وأقسام مختلفة وكلها تعنى ببرامج المساعدات الخارجية التنصيق غير كافي على المستويات العليا وكذلك مع السنوات خفضنا من عدد العاملين في مجال هذه الوكالات المدنية للمساعدة فعلينا أن نعيد تكوين قوة العمل والخبراء المدربين وحتى فترة مؤخرة كان عدد المهندسين لدينا ضئيل للغاية ونحن نقدم مساعدات خارجية مهمة ولكن لم تكن لدينا الرقابة الكافية وكنا نتعقد مع شركات خاصة ونتمنى أن ننجح ولكن غالبا ما فشلت نريد أيضا أن نعيد النظر في أولوياتنا بعض المساعدات ترتبط بالعلاقات السياسية ولكن نريد من غالبية هذه المساعدات أن توجه لمساعدة أفقر الفقراء أن نعمل على تدريبهم وتربيتهم وأن نقدم لهم الخدمات الصحية والمياه النظيفة وأيضا نريد أن نتخذ القرارات التي تسمح لنا بإنجاز أهدافنا عبر فريق لنا على الأرض يعرف أن الحل في دولة ليس الحل في دولة أخرى إصلاحنا في هذا المجال يهدف إلى تحقيق نتائج أفضل وتعزيز قدرات وكلات المساعدة وتحسين التنصيق وأخيرا طبعا التركيز على الأكثر فقرا في هذه الدول من السهل أن نكون متأكدين أن المساعدة الأجنبية تصل إلى الذين يستحقونها فعلا نعم هذا هو الهدف إن لم ننجح في هذا المجال فنحن طبعا نبدد أموال المكلفين في ظروف اقتصادية داخلية صعبة لكن الإدارة الجيدة لبرامج المساعدة الخارجية هي من مصلحة الأمن القومي الأمريكي لأنه في النهاية إن قدمنا حياة أفضل للأفراد فلن ينجر إلى حياة مدمرة من الجرم والإرهاب والعنف بل يركزون بالتالي على مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم وأنا مقتنع أن المساعدة الخارجية هي جزء أساسي من استراتيجية أمننا القومي المخصصات الأمريكية لمساعدة الخارجية لا تتعدى 1% من الإنفاق الفيدرالي هل هذا كافي في رأيك أم أن هناك حاجة لزيادة في حجم هذه المساعدات تعتبارا لهذه الظروف الاقتصادية الصعبة هي محاولة مستمرة إدارة الرئيس أوباما اقترحت زيادة في الميزانية والبعض في الكونغرس مقتنعون من جدوى الزيادة يحاولون المساعدة لكن الضغطات كبيرة جدا في هذا البلد وطبعا ميزانية دفاعنا الأمني لا تقارن بتاتا بميزانية المساعدة الخارجية وكل زيادة مهما كانت طفيفة تؤدي إلى نتائج مهمة تساعد في تعزيز أمننا القومي وهي أحيانا أكثر فعالية من الميزانية العسكرية الراديكاليين والمتطرفين يزيدون من شعبيتهم بتوفير خدمات اجتماعية لا تقدر عليها الحكومات فكيف يمكن استعمال المساعدات الأمريكية لتوفير هذه الخدمات عوضا عن هؤلاء المتطرفين والراديكاليين أحيانا في الماضي كانت الأمريكية تتحلف مع حكومات لم تقدم أي شيء لشعوبها ولرخائهم وطبعا كل ذلك فتح الباب لبعض المنظمات المتطرفة التي حلت محل الدولة لتقديم الخدمات حماس وحزب الله استفادتا من الخدمات الاجتماعية للحصول على تأييد ودعم الكثيرين في لبنان وغزة والضفة الغربية ويجب أن نحث الحكومات على أن تغير من سياساتها وعلينا أيضا أن نعمل مباشرة مع المنظمات غير الحكومية وفرقاء آخرين لنوفر لهم مستقبلا أفضل لأن ثمن مساعدات أو الحصول على مساعدة المجموعات المتطرفة هو الموافقة على أجنداتهم المتطرفة وفي النهاية النتيجة لن تكون إلى مأساة سيدي هل هناك حاجة في رأيكم إلى تغيير خارطة توزيع المساعدات الأمريكية عبر العالم وإلى أي مجال يجب توجيه المزيد الأموال والبرامج أريد أن نزيد من المساعدة الخارجية طبعا الكثير من هذه المساعدة يركز على حلفاء استراتيجيين في مناطق أساسية أو استراتيجية ولكن أريد أن نركز المزيد أو نوجه المزيد من هذه المساعدات إلى التنمية وإلى مساعدة الأكثر فقرا وإلى التربية ومواجهة الأوبئة والمساعدة في بناء أنظمة صحية وطنية لتعمل الدول على الاهتمام بمرضاها ومياه الشفة وتكنولوجيا زراعية متطورة والمؤسسات الصغيرة والمجهرية التي تسمح للمقاولين الصغار بإعالة أسرهم هذا هو هدفنا في مجال المساعدة الخارجية وإصلاح بدارة رئيس أوباما أوقفت التمويل لمنظمات غير حكومية في مصر هل هذا يعكس السياسة جديدة؟ علي أن ربما أتعمق في هذا الموضوع وما تقترح لا أعتقد أنني على علم كاف بتفاصيل هذا الموضوع نعم هناك تغير في نمط المساعدة إلى مصر ولكن لا أعرف ما هو التأثير سيدي رئيس اللجنة شكرا جزيلا على وقتكم ترجمة نانسي قنقر